السلام عليكم بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبرك على أطيب خلق الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أنا مش متعود أعلق على بعض الأمور التي تكون على وسائل التواصل الاجتماعي إلا لضرورة كسوى والنهاردة طالع أعلق على كذا حاجة أول حاجة إيه رأي حضراتكم في الصورة اللي قدام حضراتكم دي بالله عليكم صورة ترضي ربنا أو ترضي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الحبيب ياللي انت كاتب اسمك على الورقة انت ربنا أكرمك ان انت في بيت الحرام واقف أمام الكعبة المشرفة التي النظر إليها عبادة والدعاء عندها مستجاب فبدل ما تخلل نفسك دعوة ربنا سبحانه وتعالى يحقق أهلك أو يصرف عنك بها سوء رايح تدعي للأهل أو تدعي للزمالك يفوز ستة صفر ولا تمانية صفر والأدهى ان انت بتجاهر بحاجة زي كده انت مش عارف ان دي مصيبة ما بعدها مصيبة أول حاجة ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أعظامه عارف ليه لان ربنا في القرآن الكريم بيقول ايه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ويقول ربنا بردك ذلك ومن يعظم شرمات الله فهو خير له عند ربي فين تعظم شعائر ربنا فين تعظم حرمات ربنا فين استشعارك لجلال الكعبة ولهيبة البيت الحرام انت واقف في مكان ان هممت فيه بمعصية كتبت لأنك في البيت الحرام أو أمام البيت الحرام وصل بينا الاستهانة والاستخفاف بشعائر دينا وبعبادتنا ان احنا داخل المسجد الحرام أطهر بقعة في العالم وننشغل بغير الله سبحانه وتعالى واردنا بننشغل بغير الله بحاجة عدلة لو ان اي حاجة نشغل بيها في بيت ربنا ما يبقاش فيها خير لكن حتى لو انت انشغلت بأيالك او انشغلت بنفسك هنقول لي العذر لكن رايح تنشغل بتفاهات رايح تنشغل بأمور لا دخل لها في بيت الله الحرام بالله عليكم ألا تستحي أخي الحبيب يعني انت طالع وكاتب اسمك انت لو قبضت على هذه الحال وربنا سألك يا عبدي مين عندك أهم الأهل والزمالك يا عبدي الكعبة ما استشعرتش جلالها وحرمتها يا أخي ده الواحد فينا لما بيدخل على الكعبة عينيه بتسح دموع وبنستشعر جلال ربنا وهيبت ربنا لأننا في بيت الله سبحانه وتعالى الذي يعلوه البيت المعمور هو حضرتك عاقل ولا مجنون من غير ما تزعل مني انت مستشعر حضرتك ان الإنسان اللي بيصلي وسهى في صلاته لازم يجاهد نفسه علشان يصل لمرحلة الخشوع والشيطان ما يسيطرش عليه حضرتك داخل الكعبة المشرفة وفي بيت الله الحرام ثم تكتب هذه الورقة وتعلنها للناس بالله عليك ألا تستحي من ربك ألا تستحي من الكعبة أن تشهد عليك يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر بيشهد الكعبة تشهد البيت الحرام هيشهد ويقول له يا رب عبدك ده كان داخل البيت الحرام وكان قدام الكعبة وانشغل بالتفاهات وانشغل بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع هو الأهل لو فاز هيديه كام والزمالك لو فاز هيديه كام من غير ما تزعل مني أرياضة حاجة حلوة لكن يا سادة اللي بتقتله بعض عشان المكسب واللي بتخسره بعض واللي بتتنمره على بعض وها اللي بتعمله حكاوي على بعض جرب كده حضرتك أو أنا وتعالا كده نقف على باب النادي الأهلي أو على باب نادي الزمالك وخليهم يدخلونا وخليهم يقولون نتفضلوا هنضطر تبرة يا حبيبي دي الحقيقة المرة يا حبيبي دي الحقيقة المرة اللي حضرتك مش واخد بالك منها فلما ربنا يكرمك وتوقف قدام الكعبة بدل ما تدعي نفسك أو تدعي لأحبابك أو تدعي لأولادك أو تدعي أن ربنا يوفقك ويصرف عنك السوء رايح تدعي لأهلي خلي الأهلي ينفعك حبيبي لو سمعني أو حد بلغك ياريت تلحق تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنك أقدمت على فعل لا يوصف إلا بأنه جريمة لأنك لم تستشعر جلال ربنا ولم تستشعر هيبة ربنا وما استشعرتش كيمة المكان اللي حضرتك واقف فيه وانشغلت بغير الله فيا ليتك تعجل بالتوبة والاستغفار قبل أن يكون البيت والكعبة شاهدين عليك أمام ربنا سبحانه وتعالى الصورة الثانية اللي خنيني أعلق عليها صورة لا أجد لها تعليقا قدام حضرتكم إلا أن أقول رحم الله هذا الإبن البار ورحم الله ذلك الأب وهي دي الصورة الجميلة لأن نفسنا تنتشر في ربوع مصر كلها الإبن استشعر قيمة أبوه وعرف أن أبوه دا طالما أنفق من جهده وماله وصحته لأجله فما لأش حاجة يقدمهانه إلا أنه تبرع له بجزء من الكبد لكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يموت كلاهما في يوم واحد ليلتقيان عند الله سبحانه وتعالى نحسبهما من الشهداء ولا نزكيهما على الله رحم الله ذلك الولد الذي أحسبه إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر ورحم الله ذلك الأب الذي أحسن التربية وأحسن الرعاية فكان من صلبه ذلك الولد الصالح الذي ضرب أروع الأمثال في البر وفي التضحية والفداء وحسبه من ذلك كله وحسبه من ذلك كله أنه لقي الله بارا بأبي نجي للصورة الثالثة اللي قدام حضراتكم دي اللي حضرتكم بتتفرج عليها اللي مش بايلها ملامح وممكن حضرتك بل الأغلب أن أنت مش هتتخيل أن دول بشر لدرجة أن المغني قال إن أنا افتكرتهم نمل أو شفتهم نمل تخيل ده في حفلة ده كل ده في حفلة وأمتنا تعاني وباء وأمتنا تعاني تخلف وأمتنا تعالي الرعاية وأمتنا تعاني أمور كتيرة جدا بالله عليكم المنظر ده ما بنشوفهش في المساجد ليه المنظر ده ما بنشوفهش في صلاة الفجر ولا الضهر ولا العصر والمغرب ولا الإشري ولا في صلاة الجمعة إلا مرحمة ربي ومش ممكن نصل للعدد ده في أغلب مساجد العالم العربي والإسلامي إلا في البيت الحرام أو المسجد النبوي لكن السؤال الناس دي كلها ما تقول ليش أغنية ما هم منهم من لا يجقد الكوت وأكيد بدى الحفلة على لقمة عياله أو على لقمته وأكيد خد فلوس الدرسة علشان يروح الحفلة وبعد كده نقابل بعضه ولي عم الشيخ إحنا بندي ربنا ما بيستجيبش لينا ليه يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وإذا سئلت عن الكنانة فكل أمة تله وشعب يلعبه يريدنا نعيد التفكير في أولويات حياتنا هذه الصورة إن كنا نريد نصرة وتقدما ورفعة فالأولى أن تكون في المصانع فالأولى أن تكون في المتاجر فالأولى أن تكون في الأسواق فالأولى أن تكون في أماكن العمل أو في أماكن العبادة الصورة الرابعة اللي حضراتكم شايفينها إنقاص كطة تلعت النخلة وما عرفتش تنزل في مدينة الإسماعيلية بالسلالم المدنية لكن العجيب والأعجب لما قرأت التعليقات الناس كلها بتستنكر قطة عاملين له القطة اعتبار يعني أنقصتوا القطة وما عرفتش تنزل بين الإنسان اللي اتباح قدامكم يا جماعة في نقطة لازم نقف فيها لما لقي إنسان عمل حاجة حلوة وهو عامل حاجة وحشة ما نكلموش في الوحش نكلمو في الحلو وإلا هتبقى حضرتك بتأمر بالمنكر وبتنها عن المعروف لقيت واحدة متبرجة مش محجاب وبتصلي بتقول لها الصلاتك ما نهاش لازمة بقى بتطلي صلاة قل لها الله أكبر وشك منور لكن يا سلام لو ربنا يمن عليك بالهدايا والحجاب يبقى أنت بتأمرها بالمعروف وبتنهاها عن المنكر لقيت واحد بلحية وبيدخن بلاش تقول له بقى احلق لحيتك ما لحيتك ما لحيتك ما لاش لازمة لا قل له الله أكبر اللحية منورة وشك لكن التدخين ده ربنا يتوب علينا وعليك منه فبلاش إن احنا ننمي التعليقات السلبية حتى وإن كان الأمر من وجهة نظرك ملوش قيمة الأمر الأهم إن القطة دي يعني تسيل عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى القطة دي كائن حي خلي بالك لو أنت ظلمتها أو قتلتها أو أهنتها أو اعتديت عليها يوم الإيامة ربنا حسبك عليها خلي بالك من الأمور دي كويس أوي علشان الناس اللي بتؤذي هذه الكائنات الحية الناس اللي بتستهين بيها الناس اللي بتعتدي عليها الناس اللي بتؤذيها اتقوا ربنا لأن يوم الإيامة ستسألوا عن كل شيء أنتهي بيك للصورة الأخيرة والصورة الأخيرة دي صورة أفزعتني شويتين وأنا بعتذر أن أنا نشرتها وما كنتش حبة نشورها الأخت الكريمة بارك الله فيها بيسألوا بتتابع مين على السوشيال ميديا قالت بنا تابع الشيخ محمد أبو بكر والشيخ رمضان عبد الرازق فدخلت الأخت الأكرم وقالت لايه خلي بالك الشيخ محمد أبو بكر حلل النمص الأمر طبعا أمر عجيب شويتين وخدوا بالكم كارثة لما احنا نبقى أمة اقرأ ولا نقرأ أمة اقرأ وبتسمع وهقولك يا أخت الكريمة كده عبارة بسيطة في حديثة الإفكة ربنا ما عابش على المنافقين ولا المشركين إنما ربنا عاب على الصحابة عارفة ليه؟ لأن الموضوع كان في البداية إشاعة بدأوا الصحابة يتناقلوا إلى أن أحدث ضجة وصارت أزمة صعبة وتناقلها الناس ومن اللي تناقل الصحابة؟ السؤال اللي هوجهه لحضرتك يا طرى يا أخت الكريمة حضرتك مسكت فيديو لي أنا أحللت فيه النمص ورد علي ده الناس بتتهمي بالتشدد في الأحكام الشرعية الناس بتتهمي بعدم التساهل في الأحكام الشرعية ففين الفيديو اللي أنا أبحث فيه النمص؟ ويعني نمص بس أنا عايز أفهم عشان تبقى حضرتك على ذراعي ووعي النمص ده أخت الكريمة الأخذ من أصل الحاجب أو إزالة الشعر بالكلية لكن في فرق بين تنظيف الحاجب يعني إزالة الشعر الزائد اللي هو مش أصل الحاجب وفيه فرق بين الأخذ من أصل الحاجب وأظن أنا حينما أسأل هذا السؤال بقول دايما كده مجرد التنظيف دون الأخذ من أصل الحاجب لا شيء فيه مطلقا ولا بأس فيه لا سيما إذا كانت المرأة متزوجة فهذا من قبيل الزينة لزوجها وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان دائما يبحث عن الجمال للزوج وللبعل وبصوا كده في كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ستين عائشة فإليها عندها واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجبوش الهيئة فيقول أما لها من زوج طب هو النبي علق ليه كده لأن الهيئة فيها حاجة غلط الهيئة فيها مشكلة فحضرتك تقولت علي بما لم أكله والكرسة والأدهى إن حضرتك بتقولي الكلام ده على الملأ وانواثق إن حضرتك ما سمعتش الفيديو ولو سمعته ما فهمتهوش ففيه فرق يا أخت الكريمة بين الأخذ من أصل الحاجب ده حرام أو إزالة الحاجب بالكلية ده حرام وبين التنظيف اللي هو الشعر الزائد وإلا حضرتك عايزة المرأة يبقى حواجبها كبيرة كده زي الراجل وشكلها أشعط أخبر عايزة يبقى لعشان أبوتقني يعني مش عارف أنا قولي لي عايزة إيه بالضبط وبعد كده نزعل ونقول هو الزوج ليه فرق الزوجته الزوج ليه خان زوجته الزوج ليه راح يجوز على الزوجته لا يا جماعة هنا بقى إن الله جميل يحب الجمال أمر الله أن نتجمل لنسائنا وتتجمل لنا نساءنا بما هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجاء أي إنسان بيسمعني أو بيتابعني بيحبني أو بيكرهني قبل ما تتقول علي أو على غيري لازم تسمع ولازم تفهم ولازم تسأل علشان ما يكونش للشخص اللي أنت تحدثت عنه بسلب أو بإساءة حق عندك أمام الله سبحانه وتعالى سيقتص منك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعند الله تجتمع الخصوم يا ليتنا نعيد النظر في حياتنا وفي أولوياتنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على نور وبينة أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه ولي ذلك ومولاه هو القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم